بعد إزاحة بريطانيا عن خامس أكبر اقتصاد في العالم تواصل الهند نموها السريع في أحدث توقعات الحكومة للعام الجديد على الرغم من تراجعه السنوي الطفيف فيما تقول بيانات الأمم المتحدة أن الهند في طريقها نحو المركز الأول في ترتيب أكثر البلدان سكاننا فما الذي يعنيه ذلك بين أقطاب الثقة للجيوسياسي الجديد في آسيا وهل تصبح الهند فعلا بديلا للصين بحسابات الولايات المتحدة كذلك كبرى شركات التكنولوجيا في مواجهة طريق الحرير أضخم مشروع في تاريخ البنى التحتية تواصل الهند سياسة التفاعل شرقا وتطلق بدورها بحسب الفاينانشل تايمز خطة لإقراض الدول المجاورة فكيف يؤثر هذا المسعى الهندي على ما يسميه الأمريكيون بنظرية عقد اللؤلؤ الصينية وهل تسعى الهند أيضا إلى تجاوز الصين وما هي حسابات الجانبين في صراع النفوذة هذا ما أصلت عليه الضوء في حلقة هذا الأسبوع من على الحدود مساء الخير أنتم أيضا يمكنكم المشاركة معنا في هذه الحلقة على الرابط الشرق دوت كومس لعجبوت والإجابة عن سؤال استطلاعنا السؤال هل تصبح الهند بدينا للصين في خيارات الولايات المتحدة بنعم أو لا بحسب مشاركاتكم 80% قالوا لا و20% قالوا نعم لمناقشة ملف هذا الأسبوع من على الحدود ورحب بضيوف الكرام نرياض رئيس مركز الخليج للأبحاث السياسية والاستراتيجية الدكتور عبد العزيز بن ساقر مساء الخير ومن لندن كبير المحاضرين في العلاقات الدولية في جامعة جون نامور الدكتور شينلو أهلا وسهلا ومن باريس أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس الدكتور دانييل ملحم مرحبا بك ورحب بي الجميع من ضيوفي الكرام وقبل النقاش اسمحوا لي أن أذهب إلى هذا العرض المفصل قبل أن نعود إذن لنبدأ النقاش إذن حول ما بات يعرف في الولايات المتحدة بنظرية عقد اللؤلؤ أو حيث تتهم الولايات المتحدة الصين بالسعيح عبر هذه النظرية للهيمنة التجارية والعسكرية على جنوب آسيا وصولا إلى القرن الأفريقي على امتداد شمال الهند أصبحت باكستان تشكل ممر طريق الحرير إلى بحر العرب بما أصبح أيضا يعرف بأرواق في مبادرة الحزام والطريق أطلقت الصين لهذا الغرض خطة استثمارات بقيمة نحو 65 مليار دولار لتأهيل البناء التحتية وتنويل ميناء جوادر وقدمت آدم كرود تقدر بنحو 23 مليار دولار ننتقل إلى سيرلانكا استأجرت الصين هناك ميناء هامبانتان توتا وهي أصبحت تغطي أكثر من 12.9% من الدين الخارجي في هذا البلد والذي يرزح تحت وطأة الديون منذ سنوات جراء هذه الأزمة الاقتصادية الحادة من سيرلانكا ننتقل إلى بنجلاديش إذن حيث استأجرت الصين هناك ميناء شيثا جونغ ووعدت باستثمار نحو 40 مليار دولار فضلا عن تغطية جزء من الديون الخارجية إلى مينمار تنطلق إذن وتذهب الصين التي قدمت هناك تمويل لتأهيل ميناء كيوك بيور وقدمت سابقا خطة استثمار بقيمة تقدر بنحو 10 مليار دولار إلى كامبوديا حيث أصبحت الصين تغطي أكثر من 15.5% من الدين الخارجي فيما تتحدث صحف غربية مثل الواشنطن بوست عن مشروع قاعدة عسكرية صينية سرية في قاعدة ريام البحرية ننتقل إلى الشرق حيث أصبحت جيبوتي تمثل أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج ولكن بكين تقول أن نقطة ارتكازها هذا في دعم الجهود الدولية من أجل حماية الملاحة كذلك مكافحة القرصنة النشاط العسكري والتجاري الصيني في جنوب آسيا عزز أيضا هذه التهم حول سعي الصين لتطويق الهند إذن بعدما استعرضنا هذا العرض المفصل على أو ما يسمى بنظرية عقد اللؤلؤ كما تسميها الولايات المتحدة الأمريكية نبحث أكثر في الفرق بين الهند والصين وهل فعلا الهند تصعد وكيف سيكون الرد الفعل من قبل الصين مزيدنا التفاصيل مع هذا النقاش أبدأ النقاش مع دكتور دانييل ملحم تتوقع الحكومة حكومة الهند طباط النمو الاقتصادي بأحدث التوقعات التي تشير إلى أنه الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يرتفع بنسبة 7% ولكنه متراجع قليلا مقارنة بـ 8.7% العام الماضي كيف ترى هذه الأرقام؟ كيف تقيم هذا الطباط في ظل تحديات خارجية لها علاقة بمخاوف الركود مخاوف التضخم استمرار هذه الحرب الأوكرانية تأثيرها على سلاسل إمداد إذا ما قرناها بآسيا وما يجري في الصين تحية لك سيدتي وليظيفك الكرام والمشاهدين وينعاد على الجميع نعم اليوم سواء كان هناك تراجع في التوقعات للنمو الهندي كما بقية دول العالم وبالتالي هذا لا يخفي عن أحد العمليا الهندي اليوم هنا جزء كبير من النتجها القومي أو نموها يأتي عمليا نتجات الطلب الخارجي أو على الصادرات وبالتالي هناك جزء كبير من الطلب الخارجي وبالتالي تعتمد بشكل كبير عمليا على نمو التجارة الدولية وبما أن التجارة الدولية تنخفض عمليا شيئا فشيئا لأنه تعتمد على ركود المنتظر في الولايات المتحدة وفي أوروبا وفي الصين ارتفعات أكبر ثلاثة مناطق اقتصادية في العالم طبعا أن يتأثر الاقتصاد الهندي ولكن اللي يجب اللفت النظر أنه استفادت الهند خلال السنة الماضية 2022 من نمو كبير نتيجة الحرب الأوكرانية فهي من الدول القليلة والولايات المتحدة التي استفادت بشكل كبير من الفائد جيد في تجارته وخاصة أتكلم عن النفط وبالتالي كانت تستورد كميات كبيرة من النفط عادت تصفيتها وبالتالي تصديرها إلى أوروبا وبالتالي استفادت بشكل كبير إضافة إلى ذلك الارتفاع المواد الزراعية التي تعتبر هي الكطاع الأول للتجارة العالمية التي تعتبر هي رابع أكبر منتج للمنتجات الزراعية وبالتالي استفادت عمليا الهند من هتين العاملتين أعتقد أنه خلال المدى المنظور بدأ هناك تراجع في أسعار المواد الأولية الزراعية بدأ هناك نوعا ما نتيجة فتح الأسواق من جديد وبالتالي عمليا يمكن في مكان ما أن تنخفض أسعار النفط وبالتالي يكون هناك ضعف في المردود وتتأثر كما حال دول العالم خلال 2023 ولكن يبقى السؤال العمليا هو هل تستمر في هذا النمو الكبير؟ ولكن بالمجمل تقول بأن البيانات الاقتصادية الهندية ما زالت بيانات إيجابية وتدعم الاقتصاد الهندي بالرغم من كل هذه التحديات العالمية صحيح؟ صحيح نعم الاقتصاد الهندي لا يزال اليوم يستفيد من عدة عوامل لا تستفيد منه العوامل الأخرى منها العوامل التي ذكرت وإضافة إلى ذلك أن الكتلة العاملة لا تزال قوية جدا وبالتالي تدفع الاستهلاك والنمو الداخلي وبالتالي هنا الكتلة الديمغرافية العاملة التي تمثل اليوم بحدود 67% وهي كتلة قوية جدا بدول شرق آسيا والتالي هي تساهم بشكل كبير بهذا النمو هنا أسأل عن الجانب الصيني كبير المحاضرين في العلاقات الدولية دكتور شينلو أسألك عن الصين هنا إذا كانت الهند قد سجلت نمو أكبر من الصين بحسب بيانات البنك الدولي العام 2021 هذا حدث عن 8.7% إذن مقابل 8.1% للصين السؤال هذه البيانات وتجاوز محاولات الهند تجاوز الصين حتى فيما يتعلق بعدد السكان في هذا العام المقبل ما سواب هذا التفوق الهندي على الصين بالرغم من كل ما تمتلك الصين من مقومات اقتصادية على ما يبدو ما نراه الآن هناك هذا النمو المتسارع في الهند فيما تعلق بعدد السكان وبالاقتصاد بحد ذاته وهذا أمر لا يشكك فيه ولكن من المنظار الصيني ليس من منظاري الشخصي من المنظار الرسمي الصيني فلنقل أو حتى من المنظار المدني الصيني أن أغلبية الصينيين يفكرون ويقولون أن ذلك ليس مقلقا لأن ما نرى هو نعم هذا الاقتصاد الذي يكبر في الهند ولكن ماذا عن قيمة أو جودة هذا الاقتصاد وأغلبية الصينيين سيرون الهند كمجتمع غير منظم بالمقارنة بالمجتمع الصيني على الأقل وحتى فيما يتعلق أيضا بالحسابات للنمو الاقتصادي ولكن بكل تأكيد الآن هناك هذه الأساسات التي هي أضيق بالمقارنة بالصين من أجل ذلك نرى هامش النمو أكبر ولكن من المنظر الصيني أن الاقتصاد الآن هو القوة المحركة وحتى عند الإمكانات أيضا الموجودة في الهند ولكن ليس هناك أي تهديد من الهند بغض نظر طبعا عن التهديد الحدودية والمشاكل بين البلدين ولكن بالنظر إلى التاريخ وأيضا التصنيع والخبرة مع الحزب الشيوعي هناك هذه العقيدة أو هذا المفهوم فلنقول على ما مفاده أن هناك حاجة إلى مجتمع منظم من أجل التوصل إلى هذه القوة الحكومة التي تستمد القوة من المجتمع المنظم ومن أجل هذا التنظيم الموارد من أجل التوصل إلى تحقيق النمو الاقتصادي وبكل تأكيد هذا لا ينطبق على الهند من المنظر الصيني الآن مع هذه المحاولات للمضي قدما بالنمو الصيني هذا ما يرى الشعب الصيني إذن استراتيجيا ما مدى تشكيل ذلك للتهديد هذا يشكك فيه هذا ما أسأل عنه ضيفي من الرياض مرحبا دكتور عبد العزيز هذا الحديث عن صعود الهند مقابل الصين أم الرأي الآخر الذي يقول بأن الهند لا تشكل أي تأثير على الصين بالنسبة للدول العربية والخليجية التي تربطها مع الطرفين علاقات اقتصادية وسياسية قديمة ما الذي يتغير؟ ما الذي نتأثر به بالمنطقة؟ أولا مساء الخير لك يستاذ السحر والذيوفك الكرام للمشاهدين الشرق في كل مكان في الحقيقة هناك مبالغة كبيرة حول النمو الهندي والمنافسة للاقتصاد الهندي مع الاقتصاد الصيني الاقتصاد الهندي تقريبا اليوم حجمه 3.3 رليون دولار في الوقت الصيني تجاوز 15 تريليون دولار فهو 5 أضعاف حجم الهندي في الوقت الحاضر النقطة الثانية والمهمة أنه في عام 2030 حسب التغقعات أن يصل الاقتصاد الهندي إلى 6 تريليون دولار إذا وصل إلى 6 تريليون دولار فما زال فجوة كبيرة وليست بسيطة أيضا مستويات النمو التي موجودة ما بين الصين والهند وجاهزية الطرفين من ناحية البنى التحتية سلاسل الإمداد التجهيزات الأساسية الموجودة الصناعة التقنية يعني تفاصيل كثيرة فيها لكن نحن لا ننسى أن هناك أهداف غربية بالتحديد تريد تقويض النمو الصيني وطرح الهند كبديل لهذا الاقتصاد الصيني السياسة المتوازنة لتبعاتها الهند سياسة مهمة جدا والصين تعتبر الشركة التجاري الأكبر للهند والهند لا ترى في نفسها بديل للإحلال محل الصين وإنما ترى في نفسها سوق متدريجيا يتطور في بعض المجالات سبب خروج بعض الشركات من الصين واتجاه الولايات المتحدة الأمريكية هو الدروس المستفادة من جائحة كورونا بالاعتماد على جهة واحدة فيما يتعلق بالصناعة ولذلك التنويع مهم جدا شاهدنا الآن شركات كبيرة كانت موجودة في الصين والآن بدأت تفتح أعمالها وفروعها في الهند وهذا نقطة مهمة جدا بالنسبة لمنطقة الخليجة العلاقة متميزة مع الطرفين ولكن دائما أنا أتساءل أن السياسة المتوازنة على المدى البعيد ممكن أن تكون ولكن حينما على المدى القصير في بعض الأحيان أو على المدى البعيد قد يكون فيها صعوبة على سبيل المثال اليوم موقفنا متوازن من الحرب الأوكرانية الروسية ولكن لنفترض لو انتصرت روسيا أو لو هزمت روسيا لا بد أن يكون هناك موقف أما مع المنتصر أو مع المهزوم فسياسة التوازن لاتبعتها الهند لا تخضع للإرادة الأمريكية والضغوط الأمريكية ولكنها احتفظت بعلاقة جيدة مع روسيا واحتفظت بعلاقة جيدة مع الصين هنا نحن الآن في المنطقة الخليج طبقنا سياسة التوازن المهم جدا في العلاقة سواء مع الجانب الصيني أو مع الجانب الهندي أكبر جالية هندية كعمالة تعمل خارج الهند هي موجودة في دول خليج وبالمقابل أكبر مشتري للمنتجات النفطية النفط والغاز من دول خليج هو الصين فهناك توازن فيما يتعلق بهذا الجانب ونظرة متأنية من الجانب الخليجي في كيفية توجه الهند على فكرة 500 مليون مواطن هندي ما عندهم كهرباء ولذلك يسوق كبير بالنسبة للنفط والمشتقات النفطية والأسواق الكهرباء اللي ممكن تكون من قبل دول خليجي الاستثمار فيها فهي أيضا سوق كبير وواعد طيب يعني نعود بعد قليل للحديث عن علاقة الهند من جهة الصين من جهة ثانية والتأثيرات الأمريكية والضغوط الأمريكية كيف يعني تؤثر على هذه العلاقات وصعود من وهبوط من ولكن قبل أن أختم هذا الجزء الأول من النقاش أسألك سريعا دكتور دانييل ملحم تحدثت أنا في بداية هذه الحلقة عن هذه النظرية اللي هي سترينغ أوف بيرز أو عقد اللؤلؤ التي تقول الولايات المتحدة الأمريكية بأن الصين تذهب لهذه النظرية من أجل يعني عبر البنى التحتية وعبر الطريق والحرير هذه النظرية من أجل تقويد الهند من جهة وبسط نفوذها من جهة ثانية كيف ننظر إلى هذه النظرية الأمريكية في التعامل مع الصين لا أعتقد سيدتي اليوم سوف أجيب على سؤالك ودعني فقط أعقب على نقطة مهمة من المشحف اليوم مقارنة الصين اليوم بالهند اليوم عفوا الهند اليوم بالصين اليوم إذا يجب المقارنة الهند اليوم بالصين العام 1980 بعهد الرئيس دينك وبالتالي يجب مقارنتها في هذه الفترة اليوم الصين متأخرة عن الصين بثلاثين سنة وبالتالي يجب المقارنة من هذا المبدأ أنه بالصين خلال التامينات كيفما كانت واليوم الهند أصبحت تصل إلى فترة التامينات بالنسبة للصين لذلك عمليا مدى تسارع الصين خلال العقد المقبل يكون على عدة مبنية على عدة أمور منها مصادر الطاقة التي تكلم عنها ضيفك الكريم من المملكة العربية السعودية ولكن اليوم إذا نظرنا إلى كيفية إعادة هيكلة التجارة الدولية وخاصة بالنسبة للعقوبات نرى المنفذ الوحيد للنفط الروسي يذهب إلى أين؟ إلى الهند وبالتالي عمليا هي المستفيد الأكبر من هذا المنفذ وهذا المنفذ ليس بعشوائي إنما كان مقصود لأن الصين عفوا الهند تحتاج عمليا في نموها إلى مصادر طاقة نقول لها أننا أبندونت أي عمليا تكون بشكل كبير إضافة إلى الفحم وبالتالي هي تحصل على بعض الاستثناءات لذلك الدول العالم هي تجهز عمليا الهند للوقوف ليس لإحلال محل الصين إنما عمليا لتكون منافس رئيسي للصين لأنه عمليا بالأمريكا من عام 2006 وهي تتكلم أن لا تستطيع الولايات المتحدة احتواء الصين إلا بوجود هند قوية وبالتالي العالم يعمل على أن تكون الهند قوية أما في العودة إلى سؤالك عفوا أن أخذت أكثر من اللازم أما في العودة إلى السؤال اليوم احتواء ما يسمى بطريق الحرير أو نظريات عقد الله لم تستطيع الولايات المتحدة اليوم احتواء لماذا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية عادت إلى مركزها الأول وبالتالي هي بالنظام العالم الجديد اليوم كيفما تعمل هناك عملية العالم ليس يعمل بشكل أفقي كما كان في الصابق إنما يعمل في البلوكات بشكل عمودي وبالتالي الولايات المتحدة رجعت إلى البلوك العمودي الأول وبالتالي اليوم الكتل التي تعمل عليها لن تستطيع اليوم الولايات المتحدة الأمريكية احتواء الصين إن للصين إمكانيات إدخارية كبيرة تستطيع التوجه ولكن هذا لن يستطيع وجود الهند لن يستطيع عمليا احتواء هذه المشكلات نعم شكرا لهذا الشرح ابقوا معي ضيوف الكرام جميعا أنتقل إلى هذا الفاصل الأول إذن ما هي أوراق الهند كذلك الصين في هذا الصراع صراع النفوذ وما هي قواعد التنافس بين الجانبين كل ذلك بعد قليل ابقوا معنا في مقارنة بين الاقتصاد والسياسة بقيت الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة والهند على حد سواء وفق بيانات بلومبرغ العام 2021 على الرغم من هذا التنافس المحتدم والذي وصل إلى حد الحروب التجارية بين واشنطن وبكين أو بكين تفاصيل هذا التقرير نتابع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أعود إلى ضيوف الكرام أسألك دكتور ملحم ما الذي يجعل الصين الشريك التجاري الأول للولايات المتحدة يجعل أيضا الصين الشريك التجاري الأول للهند بحسب بلومبرغ كما ذكرنا في هذا التقرير رغم هذا التنافس الأمريكي الهندي مع الصين نعم اليوم عمليا الصين هي مصنع العالم ككل وليس بين ليلة وضحاها تستطيع عمليا كافة دول العالم التخلي عن الصين بها كذا سهولة النظام الاقتصادي العالم الذي كان منذ العام 1985 بين كارتر ومارغر تاتشر الذي كانت العولمة نتكلم عن العولمة منذ العام 1985 إلى 2015 كان يقوم على أن أغلب الاقتصادية الكبرى بدأت تتجه إلى نظام الخدمات بالأحرى نظام الخدمات المالي وكانت تستفيد من منطقة جنوب شرق آسيا وخصوصا من الصين حيث عملية تكاليف الإنتاج مقافضة جدا إضافة إلى ذلك أن أغلب المواد الأولية موجودة في هذه المنقبة الزات وبالتالي كانت أهل هذه الاقتصاديات والشركات تعتمد بشكل كبير على هذا الإنتاج المنخفض وبالتالي تعتمد على الخدمات وبالتالي على المواد النصف مصنعة وبالتالي يمكن يعاد تصنيعها في هذه الدول وإعادة تصديرها وكان هذا النظام عمليا قائم على هذا الشكل اليوم بداية من 2015 بدأت عن طريق البريكزيت أو عن طريق الرئيس ترامب بدأ هناك التحول نحو التحفيز الاقتصاديات الداخلية ولكن على الرغم من ذلك لا تزال كافة الدول بينها أوروبا الولايات المتحدة وكافة دول العالم تعتمد بشكل كبير على الصين لأنه ليس كما كل بلالات وضحها يمكن التخلي عن هذه الدولة إضافة لذلك يا سيدتي اليوم على الرغم من أن المشكلات التي لا تزال في الصين الاقتصادية والتي تعاني منها على المدى المنظور إلى الخمسة إلى السبع سنوات المقبلة إنما الصين لا تزال ولا تزال خلال العقد المقبل هي خزان العالم باستثناء مصنع العالم باستثناء التكنولوجيا اليوم الأمن الاستراتيجي لأي دولة سواء كانت في أوروبا والولايات المتحدة يعتمر على هذه التكنولوجيا الحرب اليوم الولايات المتحدة وأوروبا تريد منع الصين الحصول على هذه التكنولوجيا لسبب واحد أن الإنتاجية في الصين بدأت تضعف خلال الفترة الماضية والهدف الصين الحصول على هذه التكنولوجيا هي الأسباب المواصلات لرفع الإنتاجية من جديد وبالتالي عمليا هذا هو الحرب الرئيسية التي يمكن أن تكون في العقد المقبل لهدف كسر نوعا ما الصين وعدم حصولها وهذا لن يعطي الهند عمليا هذه التكنولوجيا إذن هذا على الصعيد الاقتصادي دكتور دانييل كذلك التكنولوجي أذهب إلى الجانب السياسي مع دكتور شين لو نعلم بأن واشنطن عندما أرادت أن تحاصر الصين شكلت الكواد والهند جزء من الكواد ولكن عندما أرادت أن تحاصر الصين كما يرى البعض ولكن عسكريا ذهبت إلى أوكس ولم تكن الهند التحليلات تقول بأن الهند اليابان لا تريد أن تنخرت عسكريا أو تكون بشكل عسكري ضد الصين كيف ينقل ذلك شكل العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من جهة مع الصين من جهة ثانية شكل العلاقة الصينية الهندية كيف يتبلور في ظل تجديد الخناق الأمريكي على الصين نسبة لي يجب علينا أن نأخذ هذه الأسئلة في الحسبان فيما يتعلق بالسياسة والاقتصاد هذا الأمر المنفصلان بشكل أو بآخر ولكن هناك ما يميز هذه المنطقة منطقة المحطين الهندي والهادئ وبغض النظر عن هذه البلدان وإذا ما كانت تود أن تتصادم مع الصين هناك علاقات اقتصادية وطيدة تجمعها بالصين فيما تعلق بسلاسل الإمداد والتوريد الصين في وسط هذه السلاسل وليس فقط الآن في الأوقات المعاصرة ولكن هذا أمر يعود بنبي التفكير إلى هذا السجل والتاريخ السياسي وحتى للعلاقات التجارية في المنطقة منطقة المحطين الهندي والهادئ مثلا اليابان التي تتقرب بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين وهناك أيضا هذا الشراكة التجارية بين البلدين والأمر ينطبق أيضا سيان على الهند وهذه أيضا الروابط العميقة تجاريا واقتصاديا ولا يمكن تغييرها بشكل بسيط لأن الولايات المتحدة أو أي بلد يود أن يغير ذلك لأن هذا البلد أو الولايات المتحدة مثلا على سبيل التحديد غير راضية مع الصين ولكن الآن وبغض نظرنا هذه المناوشات الأمريكية الصينية هناك العلاقات التجارية الاقتصادية التي لا تزال متأصلة في المنطقة وهناك ربما هذا الاستفزاز الأمريكي من أجل تحريض اليابان والهند ضد الصين ولكن هذا يعيدنا بتفكير إلى هذه السردية الأمريكية ولكن من نسبة لهذه الحكومات في حال الوصول إلى هذه السياسة للابتعاد عن الصين ستعاني هذه الحكومات بنفسها ولكن بكل تأكيد يمكن رؤية أيضا بعض هذه السياسات التي تقيد بعض الوصول لبعض الشركات الصينية إلى التكنولوجيا وهناك هذه المطالب والمزامع أو المزامع اليابانية ضد بعض الشركات الصينية ومحاولات إعادة التوازن بين العلاقات الدبلوماسية أيضا مع الولايات المتحدة وهذه التبعية الاقتصادية هنا أذهب لضيفي من الرياض دكتور عبد العزيز أسألك هنا نعلم بأن رئاسة مجموعة العشرين في هذا العام 2023 ستكون من نصيب الهند يرى البعض بينها قد تكون فرصة تستغلها الهند لكي تبرز عالميا على مستوى اتخاذ القرار الدول الخالجية والدول العربية ونتحدث عن المملكة العربية السعودية بالتحديد ما الذي تريد من الهند في هذه المرحلة عندما تترأس مجموعة العشرين يعني يبدو لي أن هناك أجندة واضحة فيما بين كافة الأطراف والنمو الذي تشهده الهند مرتبط وهناك ارتباط وثيق مع دول الخليج بالذات فيما يتعلق بقضايا الطاقة والنمو والتصنيع والاستثمار في كل الدول الخليجية بالذات المملكة العربية السعودية لديها استثمار مهم جدا وأساسي فيما يتعلق ببعض القطاعات في الهند تم الإعلان عنها سابقا الجانب السياسي أيضا أنا أريدك لا تغفليه عمليا لأن هناك نقطة مهمة بين الصين والهند وهي ثلاثة نقاط أساسية الأولى أن هناك بعض خلافات حدودية النقطة الثانية والمهمة أن الهند تتطلع إلى قبول عضوية في مجلس الأمن ومن وقف معارضا لذلك هي الصين وهذه نقطة أيضا مهمة بالنسبة للصينيين بالنسبة للدول الخليجية وبالنسبة للمملكة العربية السعودية لديها علاقة متوازنة هي تريد النمو أن يحدث في الهند هي ترى أن هناك أيضا ارتباط مهم جدا فيما يتعلق بالأمن البحري لأنه ما ننسى أنه كثير من الطاقة حتى فيما تحتاج إليه الصين يمر عبر مضيق ملقة وحوالي 80% من النفط الذي تستهلك الصين يمر عبر مضيق ملقة و65% من الحركة التجارية فأيضا الهند لها موقع المهم لها وضع المهم في مجموعة العشرين الهند سوف تطرح رؤى مهمة والرؤى المهمة هي لا تريد أن تدخل في خلاف مع الصين هي لا ترى في نفسها بديل للصين هي يمكن أن تنمو لتكون منافس ومنافس جيد هذا الأمر حتى إذا أراد الغرب أن يبني ويتبنى سياسة بهذا النوع فهذا الموضوع يتطلب إلى سنوات طويلة يعني مش أقل من 10 إلى 15 سنة حتى يتم بناء الهند بشكل جيد تستطيع أنها تصل في المراحل المطلوبة بشكل عام أسألك دكتور عبد العزيز بما أنك تحدثت عن هذه الخلافات الحدودية بين الصين والهند وهذه الملفات السياسية العالقة وأيضا موضوع باكستان خلينا نضيف له موضوع باكستان لأنه دائما الهند تنزعج من علاقة الهند مع باكستان صحي هل هذه الملفات باكستان أو هذه الخلافات الحدودية هل ممكن أن تلعب الولايات المتحدة الأمريكية على هذا الوتر وتزيد من حدة التوتر بين الجانبين لكي تستفيد من جهة تقويد الصين من جهة صعود الهند من جهة ثانية وبالتالي خلق ملف سياسي وتوتر في هذه المنطقة الهند بحكم أنها دولة ديمقراطية لن تقع في هذا الفخ لأنها تعي بالضبط هي لا تريد أن تدخل في مواجهة مع الصين هي تريد أن تحل قضاياها تريد أن تستفيد من ملتيلاترزم تستفيد من علاقاتها المتعددة مع كافة الأطراف استفادت من روسيا في الحصول على النفط بأسعار جيدة وبأقل من التكلفة بثلاثين في المئة استفادت من علاقتها مع الصين كأكبر شريك تجاري علاقتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وتسليحها التي تحصل عليه علاقتها مع روسيا أيضا وهي أيضا لم تأخذ مواقف سلبية ضد روسيا في الحرب مع أوكرانيا أخذت مواقف متوازنة من الصعب أن تقبل الهند وهذا تاريخيا هناك لها مواقف سياسية واضحة لم تقبل هذه الضغوط بشكل كبير حتى أنها تقبل ضغوط الولايات المتحدة نعم الغرب يتجه إلى إضعاف الصين الغرب يتجه إلى تقويض الصين بشكل كبير ولكن هذا الأمر يحتاج إلى سنوات طويلة لا يمكن حدوثه في يوم وليلة أيضا حتى يكون هناك بداء اليوم لو استغنينا عن السلع الاستهلاكية من الصين فالتكلفة سوف تكون أعلى بستين في المئة من السابق وهذه سوف يتحملها المجتمع الدولي والمستهلك العام في العالم ضيوفي الكرام ابقوا معي أتوقف عند هذا الفاصل الأخير بعد قليل هل يمكن أن تكون الهند خيارا في مساعي الولايات المتحدة لاحتواء الصين وما الذي يختلف بين نيو ديلهي وبكين وذلك بعد قليل ابقوا معنا شهدت الهند منذ استقلالها عن بريطانيا مواجهات عسكرية متكررة مع الصين في نزاع على الحدود بين الجوانبين وطبع التفاصل موسيقى 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 اشتركوا في القناة 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 مؤخرا بين الرئيس الصيني وبين الرئيس الامريكي ويبدو يرى البعض بانه قد يكون هناك بوادر للتهديئة وان لم يكن بالشكل المطلوب او المستوى المطلوب هل معنى ذلك بانه يعني ورقة الهند في مواجهة الصين التي قال البعض بانها توظف امريكيان سابقة لأوانها ولن يتم استخدامها يعني اولا هناك من وجهة النظر الصينية اربع او من وجهة النظر الامريكي اربع تهديدات مهمة اقتصادية بالنسبة للصين سعر العملة مستوى النمو الباسيفيك سيكوريتي والبروتكشنزم الحماية هذه نقاط مهمة جدا بالنسبة للصين وجميعها لها دخل بالولايات المتحدة الامريكية الولايات المتحدة الامريكية ارسلت وفد في شهر ديسمبر لزيارة الصين وهناك ترتيب لزيارة للوزير الخارجي الامريكي الى الصين النقطة المهمة ان الرباعية لم تنشأ اليوم على فكرة الرباعية استراليا والهند واليابان والولايات المتحدة نشأت منذ عشر سنوات ولكن الاجتماع القادة تم في عام 2022 والرباعية هذه تختلف عن الرباعية الاخرى اللي هي يو تو وهي اسرائيل والهند والامارات والولايات المتحدة الرباعية الاولى اللي فيه استراليا هدفها امني وهو هدف احتواء الصين ونمو الصين وتوسع الصين الرباعية الاخرى هدفها تنموي واقتصادي بشكل عام لذلك الولايات المتحدة الأمريكية هي بحاجة لإعادة تشكيل حلفاء وأي نوع من أنواع الحلفاء لإحتواء الصين بالقدر الذي تستطيع بمفاوضة مباشرة بتطبيق بعض النقاط والقوانين عليها استقطاب الهند استقطاب مجموعات أخرى هي من مصلحتها هذا الشيء وتسعى لهذا الجانب لكن في تصوري أن الهند بسبب سياستها وأسلوبها وطريقة ونظام الحكم فيها لن تنصاع للرغبات الأمريكية كما تريدها الولايات المتحدة في الوقت الحاضر فلذلك ربما نجد أن الهند تستفيد من كل علاقاتها دون أن تأخذ خط أساسي يلزمها بتوجه معين حسب الرغبة الأمريكية في هذا الجانب وهذا ما نشهد دائما الهند حافظت على علاقة جيدة مع إيران والدول الخليج حافظت على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع الصين حافظت على علاقة جيدة مع روسيا ومع الهند فهي دائما تحاول أن تستفيد من التعددية فيما تعلق بعلاقتها مع كافة الأطراف لماذا تسمح واشنطن بهذه التعددية للهند بوجهة نظرك؟ لأنها لا تستطيع أن تجبر الهند وهو السؤال حينما استطاعت الولايات المتحدة أن تجبر أوكرانيا على الاستمرار في حرب مع روسيا وترفض اليوم الطرح الروسي فيما يتعلق بوقف اطلاق النار وتسرع الاستمرار لأنها قادرة أن تفرض هذا الشيء هي قدمت 60 مليار دولار أو انتزمت ب60 مليار دولار دعم لأوكرانيا فلذلك هي قادرة أن تستمر في هذا الخط لكن مع الهند هي لا تستطيع أن تستمر لأن الهند لن تنصع لهذا الشيء والهند لديها بدائلها وتستطيع أن تتصرف كدولة كبرى من هذا الجانب على فكرة أنا بس في نقطة بسيطة أن هناك الدول في جنوب شرق آسيا هي تستفيد من هذا التحرك الأمريكي الجديد دول مثل الفلبين مثل أندونيسيا مثل ماليزيا يعني هذه الدول جميعها تستفيد لأنها أصبح لديها القدرة على توفير بعض المنتجات المهمة وتتواجد فيها في نقطة أنت كنت أشرت إليها اللي هو السيمي كندكتر أو التصنيع الإلكتروني في ما يتعلق على فكرة هناك أكثر من 60 معدن يتدخل في هذه الصناعة صحيح 45 من هذه المعادن تأتي من دول جنوب الصحراء في أفريقيا الصين كانت تقبل أن تقوم بعملية الريفانري لهذه المعادن لإستخدامها لأنها لم تكن لديها اشتراطات صعبة فيما تعلق بقضايا البيئة الآن السؤال هل سوف يستثمر الغرب تريليون دولار في هذه القطاعات ويدهب إلى أفريقيا التي أيضا الصين لها علاقة قوية وتستفيد بهذا الشيء هذا أيضا موضوع آخر طبعا هذا موضوع المعادن والسيمي كندكترز يعني يحتاج إلى تفصيل وحلقة بحد ذاتها نعود له ربما في حلقات مقبلة أذهب بسؤال أخير لضيفي من باريس دكتور دانييل سؤالنا بهذه الحلقة اليوم كيف هل تصبح الهند بدينا للصين بخيارات الولايات المتحدة الأمريكية بنعم أولا كنا تابعنا تصويت للمتابعين والمشاهدين لو تجيبنا حضرتك وتجمل لنا هذه الحلقة هل فعلا تصبح الهند بدينا للصين وتدفع بذلك واشنطن؟ لا سيدتي أكيد لن تصبح الهند لأن اليوم الهند ليس لديها المقومات لأن تكون بديل للصين المقومات الكافية اليوم يجب معرفة الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية من هذه المنطقة بالزاد اليوم هناك ثلاث بلوكات عالمية سوف تكون واضحة المعالم ابتداء من اليوم هناك الولايات المتحدة هناك أوروبا وهناك منطقة جنوب شرق آسيا أمريكا تعول احتواء الصين على وجود هند قوية وبالتالي هذا هو الهدف الاستراتيجي اليوم الهند بنفسها ليس لديها المقومات بأن تكون بوحدها ليس لديها المقومات النمو لأن يكون النمو الداخلي محفز بشكل أوتوماتيكي وبالتالي اليوم إذا قطعت الولايات المتحدة الأمريكية عمليا الهواء عن الهند سوف تموت الهند الهند ليس كما الصين الصين كانت لديها مقومات قوية ضيفك الكريم من الولايات من بريطانيا تكلم عن نقطة مهمة جدا أن هناك أديولوجيا في الصين وهذه الأديولوجيا مهمة جدا أن هناك كان استقرار في الصين هذا الاستقرار ساعد على مدى الخمسين سنة الماضية بتحقيق هذه المعدلات النمو اليوم الهند لديها الكثير من الاشكاليات هناك لديها اشكاليات اجتماعية مهمة جدا الهند اليوم لديها اشكاليات الجوفرنونس أي الحوكمة بالتالي هناك الكثير من المشكلات لذلك اليوم التعويل على الهند هي أن تكون هند قوية نوعا ما وليست بديل عن الصين شكرا جزيلا لكم جميعا كنت معي إذن من باريس الدكتور دانييل ملحم أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس شكرا جزيلا لك كنت معي من الرياض الدكتور عبد العزيز بن سقر رئيس مركز الخليج للأبحاث وكماعي من لندن كبير المحاضرين في العلاقات الدولية في جامعة جون مور الدكتور شين لو شكرا جزيلا لكم جميعا إذن وصلنا إلى ختام حلقة على الحدود بهذا الأسبوع شكرا على المتابعة إلى اللقاء شكرا